دخل المستوى الأصفر في مملكة البحرين حيز التنفيذ وفقا لألية الإشارة الضوئية كإجراء استباقي للحفاظ على ما تحقق من جهود وطنية في التصدي لفيروس كورونا هذا ويدعو الفريق الوطني الطبي إلى ضرورة التقيد بالإجراءات المتبعة في المستوى الأصفر والتي تم الإعلان عنها مسبقا بالإضافة إلى ضرورة المبادرة بأخذ الجرعة المنشطة عبر التوجه مباشرة إلى المراكز الصحية دون الحاجة إلى موعد مسبق ويؤكد الفريق الوطني الطبي أن الانتقال إلى المستوى الأصفر بدءا من اليوم يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية بالرغم من عدم انتشار المتحور الجديد أوميكرون في مملكة البحرين وذلك من أجل مواصلة جهود الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين